السلام عليكم شابي بازينا إن شاء الله كامل تكونوا بخير وإن شاء الله كامل تكونوا على خير اليوم رح ندخل جزء السادس من سلسلة المراجعة الشاملة في مادة الهندسة الكهربائية في هذا الجزء سوف نتطرق إلى تولير إشارة الساعة باستخدام بوابات CMOS وكذلك عددات بدورة ناقصة إنجاز قلابات مسح الذاتي مع مسح خارجي مع رسم المخطط الزمني وكذلك سوف نتطرق إلى مؤجلة بخلية آسي باستخدام مقحة مع ثنائي زينان ومؤجلة باستخدام دارة مندمجة N.O. 5.5 تلميذ الأعزاء نتمنى منكم شاهدتم كل أجزاء خاصة الجزء رقم 3 فاصل ثم نواصح تلميذ الأعزاء وصلنا إلى دارة العدو الإخلاء لعدسة علام في صندوق شكل تسعة صفحة خمسة هيا نشوف هذا الشكل كما تلاحظوا هذا التركيب فيه في طابقين طابق الأول توليد إشارة الساعة باستخدام بوابات نافي CMOS والطابق الثاني هو طابق الداتا صعودي بدورة ناقصة سؤال عقم تسعة وثلاثين اكتب معادلة نهاية العدد مع أنتها هذه N.C6 بدللة كي او كي بي و كي سي كما تلاحظوا إجابة غير موجودة كي او بار في كي بي في كي سي ثم اكتب معادلة الإرغام R بدللة تروميز A0 و كي A و كي بي و كي سي هيا جمعا نجاوبوا لهذا السؤال نكتب معا كتابة معادلة نهاية العدد تلاميذي الأعزاء بعدما تكملوا سؤال 39.40 و 41 كانت تلقاوا إشكالية طريقة بسيطة جدا شوفوا يا صار الشاشة وضغطوا على أيقونة رقم واحد وراحين تروحوا الفيديوهات واحدة خلال العددات التصعودية وبإذن الله كل شيء واللي سهل هيا جمعا نكملوا خدمة تعنا سؤال 39 اكتب معادلة نهاية العدد إذن وش هو شرط نهاية العدد اللي هو 6 إذن جماعة ناخد معدات تردده 6 نجمنا ناخد معدات بثلاث قلب تردده 8 ومن بعدها نخلص من رقم 6 إذن أن يساوي 6 وش يسميه شرط نهاية العدد كيف نخرج هذه البوابة طريقة بسيطة جدا إذن وش نكتب أن يساوي 6 متى ينتهي العداد عندما يتحقق رقم 6 إذن هذا رقم 6 بنظام عشرين نحاوله نظام ثنائي نحاول نظام ثنائي ونحاوله نرى 1 و 1 0 حيث البيت اللي يمين هو الاسبي يعبر عليه K�A والبيت الثاني يعبر عليه KB والبيت الثالثي يعبر عليه KC إذن سؤال مطرح متى يتحقق رقم 6 يتحقق رقم 6 عندما کیا يساوي 0 وKB يساوي 1 وكسي يساوي 1 ماذا ن também لما البيت الأول يساوي 0 معنى تهكي البيت저항 الشرط نهاية الشرط الالت التهية في يسSer إين دعطي الصفير سؤالي بعد كتابة معادلة الاحرغام سوف نرى الارغام الخارجي بما انه يمشي بمستوى الأدنى نكتب هنا اربار وبما انه هذه البوابة نور ومدخل اول اراز ومدخل ثاني اين اذا اربار ماذا يساوي؟ يساوي اراز زايد اين الكل منفي اذا نكتب هنا اربار ماذا تساوي؟ تساوي اين زايد اراز وهذه دائرة النفي اما انها الكل منفي اذا بوابة نور وبما انه انا عندنا منقبل اذا اربار ماذا تساوي؟ تساوي كي سيفي كي بيفي كي ابر زايد اراز وكل منفي هذا بنسبة معادلة الارغام وكما كنتلاحظ هنا الارغام كان ارغام الخارجي اللي هو روميز ازيرو وارغام الذاتي اللي هو شق نهاية العت سؤال الاربعين وجاوبنا عليه ما نوع البوابة المنطقية؟ اذا نوع البوابة المنطقية هي بوابة و ولا الضرب ولا نسميها بوابة ان وهذه البوابة اللي هنزيدوها كينجون نتخلصوا من رقم معين ما نخلوش العداد يكمل دورة انتعو اي دور عداد تصاعد بدورة ناقصة شرط نهاية العدد هي بوابة اند وهذه البوابة اند اجماعة قادة تكون بوابة اند في حالة واحدة فقط اذا كان العداد يحتوي على المسح الذاتي فقط تصبح البوابة اند هذه مربوطة بالاربع فقط مباشرة اذا هنوش توليت ولي اند وممكن نستعملوا نظرات دي مورغان ممنش حاب ندوقهم معلش هاي شمع راح السؤال لي بعده سؤال 41 سؤال 41 اكمل تركيب المخطط المنطقي لدارة العدد على وثيقة الاجابة صفحة 23 هاي نكتب مع بعض اكمال مخطط المنطقي تلميذي الاعزاء بنسموا عداد تصاعدي دورة ناقصة وش لازمني استراتيجية هذه استراتيجية فيها خمس خطوات لازمني نظم فكر تاعي اذا خطوة الاولى لازمني نحول قلابات الى التبديل الى تي معانتها جي والكار نرطهم بواحد منطقي ولا نرطهم مصدر جهد في حالة ما يمدلي مصدر جهد ثاني حاجة النمط هل هو متزامن او غير متزامن انتم ما دي ما تقرروا العدادات غير متزامن واش معانتها ايشات الساعة الخارجية نرطوها بقلاب الاول فقط ثالثا النوع هل هو عدد تصاعدي او تنازلي رابعا تعديد هل هو عدد دورة ناقصة او دورة كاملة وكما كنت لاحظوا دورة ناقصة احنا تخلصوا من رقم ستة واخر حاجة رقم خمسة وش هو النوع المستعوه هل هو مسح خارجي او مسح ذاتي او مسح خارجي مع ذاتي وكما شفنا هذا وش فيه مسح خارجي مع مسح ذاتي هيا اجمع انطبقوا هذه الخطوات بالترسيل هيا نبدأ الخطوة الاولى تحويل قلابات جي كا الى التبديل وبما انه اعطالي مصدر التوتر معنى تولنا القول جي والك نرطوهم بالمصدر جهد vcc اذا نربط القلب الاول جي والك القلب الثاني بنفس الطريقة جي والك بنفس الطريقة قلب الثالث هنا حولنا القلبات الى التبديل الخطوة الثانية واللي هي اشارة الساعة كما كم تلاحظون هنا اشارة الساعة كينا بوبا وكينا اكس خمسة وهي اذا بالعاد كما هنا استطلقوا مربوطة باشارة الساعة هنا كان خطأ لازمنا نحتارم الوثائق الصعلى إذا في هذه الحالة نمسح هذه ونصم بوباء مدخلين ونصم بوباء مدخلين هذه المخرج البوب نرضى بالكي أ والمدخل الأول نكتب إكس خمسة ومدخل الثاني في سر جاء من دارة توليد إشارة الساعة باستخدام بوباء نفي سي أم أو اس هذا بنسبة لك هذا بنسبة إشارة الساعة إذا وش ندر بما أنه عدد لا تزامني إشارة الساعة تربط بقلب واحد فقط هذا بنسبة إشارة ساعة الخطوة الثالثة وش هو نوع العدد هل هو التصعدي أم تنازلي بما أنه عدد هذا بدورة ناقصة وهذا العداد يحتاج إلى المسح كلية العددات اللي تحتاج إلى المسح دورة ناقصة اللي هي عددات تصعود لازم نتخلص مع رقم ستة نمسحوه لازم نتخلص مع رقم سبعة لازم ينمسحوه إذا كان عدد التنازل يجمعه وش لازم نشحنه بالقيمة الإبتدائية نشحنه بالـ ProSet و Clear إذن في العددات دورة ناقصة إذا لقيت المسح فقط Air ولا Clear فقط إذاً هذا عدد تصاودي وإذا لقيت S-ProSet هذا العدد يحتاج الشحن مع أنت عدد تنازلي بما أنه لقينا غير المسر إذاً هذا العدد تصاودي بدورة ناقيصة إذاً ما هو العدد؟ عدد تصاودي إذاً سؤال كيف نسمع عدد تصاودي طريقة بسيطة؟ هي طريقة الاختلاف إذاً إذا اختلفت الجبهة مع المخرج عدد تصاودي وإذا تشابه عدد تنازلي كيف أستاذ طريقة بسيطة؟ شو معي أجمع هذه جبهة نازلة وإذا قام عدد تنازلي ذلك ـ ست이�اط لي التعديق له ام سأتحضر كيفية هذه جبهة في لقيت كيف أستطيع بمض gap الـبقات في ، فالإشار مكسيك تشارك L 2. 3 أنا وأصبحت حوله ثمانية. ما احنا ما نشع نخدم معدات تاريدو ثمانية. احنا راح نخدم معدات تاريدو ستة. وعلى هذي تجي الخطوة رابعة. واشي هو? لازمنا نرغم العدد على رقم ستة وما نخلوش يكمل دوراء انتعوه. اذا وش مطلوب منا نحاوسوا على بوابة شرق نهاية العاد. اذا وش هو الهدف تعنا نحاوسوا على هذه البوابة شرق نهاية العاد. رغم ان نعطى لك اجابة مما عليش نعطيكم طريقة كيف تخدمها. اذا وش نديروا في هذه الحالة نحول النظام العشري الى نظ نظام اصدقائي بطريقة غير مباشرة. اذا هذا رقم ستة نحاوله نظام ثنائي كيف نحوله طريقة بسيطة جدا نروح القلاب الاولى المربوطة بإشارة 9 هو الـ اس ب. اكتب عليه 2 اص صفر والقلاب الثاني الذي اكبر منه قوة اكتب عليه 2 اص واحد معانتها 2 والقلاب الثالث اكتب عليه 2 اص 2 معانتها 4. اذا كان قلبها 4 اكتب عليه 2 اص ثلاثة 8. بهذا اشك. هنا واش درنا حولنا نظام العشري الى نظام الثنائي. بعدها نسال له سؤال. العدد قدا تري الشاشة إذا سؤال لم تطلقه متى retinaico 6؟ صندوق 6 يتحقق RCE ورقم 6 عنده يدري A , سوف يساوي 0 معинг ب Yes and QB . سوف يأخذ الل Gumbo في ورقم 6 يساوي دون 4. رقم 6 يساوي دون 1 لقد سوف يقوم بإمكانك تسلي seem like! إذا هنا وش كملنا شرط نهاية العاد بقى من الخطوة الأخيرة وش هي اللي هي ما هو النوع المسح هل هو مسح خارجي أو مسح داخلي أو خارجي مع الداخلي وكما كنتلاحظوا عندي بوبان وعندي مسحين هذا رمز آر زيرو جاي خارجيا وهذا الخط الثاني من جاي جاي من بوبة شرط نهاية العاد أي خط يجي من بوبة شرط نهاية العاد ويرحوا المسح نسميهم مسحة ذاتي أو مسحة داخلي إذا في هذه الحالة وش نديرو نرسمه خط مسح جماعي لذلك نضع اصل بمدخل الاول مدخل الاول ومدخل الكنتلة نضع الكنتلة الان و قد نضع المدخل الاول مدخل اول النور و نكتب عليها مدخل اخر عليك صممت عدد تصاعد دورة ناقصة يحتوي على مسح خارجي مع مسحة الداخلي. هذا بنسبة السؤال الوحدة وربعين. رح لسؤال اثنين وربعين اكمل مخاطط زمن لهذا العدد على وثيقة الاجابة صفحة ربعة وشرين. جماعة ما تسرعوش. كي يعطي لك مخاطط زمني اول حاجة لازم تسألو حك السؤال. هذا المخاطط زمن يعطي هل هو عدد او سجل. اذا كان عدد اخدم بمبدأ التبديل. اذا كن شو ما معنى التبديل. اذا كان السجل اخدم مبدأ التقليل. بما انه هذا التركيب هو هو عدد. لازم نخدمه بمبدأه التبديل. ثاني حاجة وش نديره كي مدلي هذا المخاطط زمني. ونلقوا جبهة نازلة في اشارة الساعة رئيسية نديره لها اسقاط على كل مخارج. اذا وش نديره نكتب مع بعض اكمال مخاطط زمني. وبعدها نديره اسقاط جبهة تنازلة على كل مخارج كي اكي بي كي سي والكلير. هذه اول حاجة. ثاني حاجة اجمعها كلير بار هذا. بما انه مسح الذاتي اخر حاجة نخمن فيها ليكلير. يعني اخر مخاطط راح نخدمه هو كلير بار. اذا نجمعها وش نديره بعدها? بعد ما كمنا اسقاط الجبهات النازلة وش نديره نبدأوا نعدوا الجبهات. اذا بما انه عدد تار دي دوستة لازمنا نحتاجها رقم ستة. اذا نبدأوا هنا الجبهة الاولى وش نكتب عليها? نكتب عليها واحد. هذا اللي تبدأ من الصفر. ابدأ من واحد. واحد. جبهة ثانية اثنين. ثلاثة. ربعة. خمسة. ستة. كما كنت لاحظوا ستة اكتبتها لكم بلون مغاير. لماذا? لانه عدد تار دي دوستة وش حي سراء. في رقم ستة وش حي سراء. هي حي سراء مسح لكل قلبات. كي يوصل لرقم ستة القلبات كاملة رح تتمسح. اذا لازم هذا الرقم نديره وبيساعدوني. من بعدها اجمعها وش نديره نبدأوا بالمخرج الاول كي ا. والكي ا هو مربوط باشارة الساعة. اذا كي ا ا شادتال الاشارة رائسية ا ا شجال عموطيسة تقدير이. اكتب فيiedad أ. وش نحن لذاره في Julia? فجل المكان يععمل فيجيز المكان. coats. بينما عندها أنikte يเอالى اشارة الساعة رائسية ا وصلوا و يتف synd beginning to the question, كما wing zero? يكون لكم الوصح بالال OSP與 York. ا Понятно give me it. حديث اذا تجب هاتف بقدر الشكل يزدر فضل. الان ذاهل共ست ای اف terrible system. هذا الرقم الذي سيصبح في إشارة نهاية العدل. وهذا الرقم يكون الرقم 6. بعد أن أكملت المخرج كي بي. إذن يجب إشارة الساعة بما أنه عدد لا متزامج. يجب إشارة الساعة القلب كي بي. يجب إشارة المخرج كي بي. يتأثر بالجبهة النازلة. إذن وراء المخرج كي بي. ونلقى حالة انتقالية من واحد إلى الصفر نكتب عليها جبهة نازلة. جبهة نازلة ثانية. وجبهة نازلة ثالثة. إن كي بي يكون الصفر فى حالة ابتدائية. ثم تأخر إلى Kawi. ويصبح على مضاعف هي بالصفر وأتبدل. وتحضر كي بي كالكين اخر جبهة البيئة إلى الصفر. الله لا تلاحظون. كأنه إشارة الساعة شيما يمد المخرج وربك كي بي. waterا يتقصre بالجبهة نازلة. إذن هي تأخر إلى الوجود. ثم يتع 했던 نازلة الثانية, تبدل كي بي. ثم يبين للصفر؟ ثم يتبدل البيئة ليأنascر المخرج كي بي. وكي يتأثر بالجبهة النازلة إذاً نوره كيبي إذاً عندي جبهة نازلة واحدة فقط إذاً كيسوش يسير كيسوش يسير يتبدل ويبقى واحد واحد وهنا نخرج واحد منطقي هذه أول حاجة من بعدها تخدموا مخطط زمني كليربار لأنه يعطى لك مسح ذاتي مسح ذاتي يجب أن تحسبه وتخرج إذاً نعرفه كليربار نحسبه قيمة تحت طريقة بسيطة جداً ثم نعرف هؤلاء المعادلة ما نضيفه نق Organic فالنحن لتحصلت هكذا وكما sumit correspond a معين c مثل المعادلة نق llegأ حما ع blir quatre ثم النصر オ التوقف لتحصل الى ثلاث وكي ثم انتهاء كي أ يساوي صفر 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 أجل كلير يقوم بتنشط سيارة وهذا حلائك كالهر الجماعية إذات بسمي سيارة yes세요 واحد. سيفرنا في التاع واحد. اذا كليرش يولي يولي واحد. مع انتها مدخل التخمي الجماعي يتخمل. والعداز يتعاود يحسب. وعاوده اخطبه بنفس الطريقة. اذا هذا القلب لو يتأثب بالجبهة النازية تاع اشارة رئيسية مع انتها يولي واحد. كي وصل هنا يولي سيفر. وهذا القلب الثاني يكون سيفر كي يوصل هنا يولي واحد وكمله بنفس الطريقة. وهنا يكملنا مخططة زمني لعداد تصعودي في مسح خارجي ومسح ذاتي. وهنا اعطالي غير المعادة مسح ذاتي فقط. رحوا السؤال رقم 43. ما دور طابق واحد ثم احصب قيمة المقامة لحصول على تواطر واحد كيلو هرتز. اذا اعطال لي هذا الطابق جماعة. جماعة لي عندهم مشكل في توليد اشارة ساعة باستخدام بوبات سياموس. بعدما يكملوا السؤال تعملوا كل ما تفهموش. انا متأكد بلا يحتفهموه. واش ديروا اضغطوا على ايقونة رقم ثم اثنين يسار الشاشة في تطبيق G20. بإذن الله كل شي واللي بسبوسة. هيا جماعة نخدم هذا التركيب. نخدم هذا التركيب لازم تكون عندي استراتيجية. كم تلك تركيب الالكترونية واش لازم تدير. اول حاجة لازم تعرف وش وظيفة هذا التركيب. ثانية حاجة استخرج عبارة التركيب. وثالث حاجة استخرج عبارة المجهور التي طلبها منك تحسبها. واخر حاجة تخمم فيها اللي هي تطبيق عددية. بما انه عندي بوابات. نجمع هنا رأيكين خطأ. هذي بوابات ناند. وليست بوابات اند. بوابات ناند. اذا في هذه الحالة واش نقوله. اذا تلاثة وربعين دور الطابق واحد هو توليد اشارة الساعة. كيف عرفت اشارة ساعة. عندي زوج بوابات ناند. وعندي مكثفة شحن وتفرق. وعندي مقاومة تعال شحن وتفرق. التي تحدد الشحن وتفرق. اذا تركيب هذا واش واضيفته. توليد اشارة الساعة باستخدام بوابات نفي سي ام او اس غير قابلة للضبط. اذا نكتب هنا توليد اشارة ساعة غير قابلة للضبط. لانه مك Suffظ. مقاومة متغيرة. باستخدام بوابات نفي سي ام او اس. السؤال لي بعده. حساب المقاومة للحصول على تواطر واحد كيلو هاتس. كما يقوم الاستراتيجية عرفنا التركيب. توليد اشارة ساعة خطوات الثانية نخرج œبارة خطوة ثلاثة خرجوا عبارة المقاومة المجهولة وخطوة رابعة تطبيق عددها ينطبقوا ربع خطوة. إذن بما أن هذا وظيفته توليد إشارة تسعة. وما هو القانون توليد إشارة تسعة؟ توليد إشارة تسعة ماذا تستطيع؟ مقاومة المكافأة أثناء زمن تياش. زايد مقاومة المكافأة أثناء زمن تياش. هذا كامل مع بعضهم مضربين في ساعة المكاثفة المسؤولة عن شحن والتفريق. هذا في كامل فيه في آلان ثلاثة. جمعنا ركزوا آلان ثل ثم لا يكون برهان على الغناء الثلاثة. كيف نخرج المقامل المكافأة أثناء زمن تياش؟ طريقة بسيطة جداً. ماذا تساوي؟ يتبع المسارة تياش من X إلى Y. هذا يكون حسناً. حسناً. كيف نعرف المقامل المكافأة أثناء زمن تياش؟ طريقة بسيطة جداً. يتبع المسارة تياش من Y إلى X. مع أنت عكس الأولى. إذاً كيف نريد روحوا المخرج للبوابة الثانية الى P2. ونطبع لها X. والنقطة الوسطية بين البوابتين. يسميها Y. هذه هي X وهذه Y. إذاً نقطة الوسطية بين البوابتين سمها Y. والمخرج للبوابة الثانية سمها X. وبعدها نبدأ نرسمه. إذاً ما تساوي؟ ركزناك معامله. يساوي مقامل المكافأة أثناء زمن تياش. كيف نتبعها؟ يتبع مسارة تيام من X إلى نقطة Y. إذاً كيف نرسم ما عندما نرسم. نجيب قلم بلون الأصفال. نبدأ نرسم بX. ونفت على المكثفة حتى نوصل إلى Y، لا نستطيع أن نذهب إلى العكس البوابة. هذا الخط الأصفر مرع عبر مقاومة R، إذن مقاومة مكافأة أثناء زمن تياش تساوي R، إذن نكتب R. نذهب إلى بعدها. بعد المقاومة المكافأة أثناء الزمن تيال، كيف نرسم خط عكسي؟ يبدأ من Y، يجب أن يذهب إلى X، إذن باللون البنافسجي نبدأ باللون البنافسجي، وحتى نوصل إلى X. يجب أن تلاحظ المقاومة R، كذلك مرع لها لون البنافسجي، إذن هذه الأر كذلك داخله في زمن تيال، إذن نكتب R. وهنا تلميذ العزائران، نلاحظ مقاومة المكافأة أثناء تياش، هي نفس المقاومة المكافأة أثناء تيال، كما تلاحظ هذه اللون الأصفر تحت تياش، وهذه اللون البنافسجي تحت تيال، إذن نكتب هذا التركيب يشمد لإشارة مربعة. الكل في ماذا؟ الكل في سعة المكثفة التي هي C، الكل في ماذا؟ الكل في آلان ثلاثة. هنا، بعدما خرجت عبارة الدور جماعة، كل شيء بس بوسة، كل شيء سهل، إذن دورتي ماذا يساوي؟ كنا نجمع R مع R، إذن دورتي ماذا يساوي؟ 2R في C في آلان ثلاثة. ولا تحفظ قوانين، ولا تحفظ قانون هذا 2.2 في رسي. أطلق يا جماعة، تعلموا أن تخرجوا كل شيء واحدكم، لو كان يجبكم مثلا ديود ولا زوج مقامل ثلاثة، تعرف أن تخرج. إذن بعدما خرجت عبارة الدورتي، سنعجع السؤال لنا. أحسب المقامل لحصول على التواطر، قال لك أحسب R، إذن ماذا نخرج عبارة المجهول؟ إذن R ماذا تساوي؟ إذن R تساوي، كنا نقلوه 2C آلان ثلاثة، نقلوه الطرف 22 قسمة، إذن R يساوي T على 2C آلان ثلاثة. نقلوه 1 على 2C آلان ثلاثة، أستاذ من جبت هذه الأف؟ لأنه دورتي ما أعطيها ليش؟ عوضت دورة جماعة، وشي يساوي 1 على F، عوضتها بـ 1 على F، وخليتها الفوق، والـ F هبطتها إلى تحت. إذا تلفت لك، أحسب دورتي تي وشي يساوي، يساوي 1 على F، أحسبها 1 على 1 في 10 قوة ثلاثة، تلقي قيمة تحتها، وعوضها هنا 0.601، وحسب عادي. إذن مش لقينا هنا R تساوي 4.54 آلان، هذا بنسبة لسؤال 43.40. سؤالي بعد دارة تأجيل ربع ثواني، نموذج الأول شكل 10 صفحة 5. السؤال 44 ما دور الدارة المكونة من مقاومة R5 والمكثفة C2، وراه الدارة هذه؟ إذن مش قالكم هنا يجمع، قالكم ما دور دارة مكونة من مقاومة R5، هذه R5 وC2. إذن هذه المؤجلة تماثلية باستخدام خالية C، إذا كملت الفيديو وانا ومفهمت الشعلية، أضغط على الأيقونة رقم 3 بلون الأصفر يسار الشاشة في تطبيق G2020، وبإذن الله تولي بس بوسعى. سوف نعود إلى أسئلة لنا. إذن ، كيف تطبيق هذه التركيب المؤجلة تماثلية باستخدام خالية R6؟ إذن كيف تعرف ما تتعرف بالأسئلة تماثلية باستخدام خالية R6؟ ما يجب عليك تجد على مكثفات مكثفات مراحل كهرومي ينطس وتمسط مكتوب فيه T، كيف تسمع مؤجلة تماثلية باستخدام خالية R6؟ ما هي الأستراتيجية؟ يجب أن تعرف هذا التركيب. عرفنا بأنه مؤجلة تماثلية. الثاني استخرج عبارات تركيبية. نعطيكهم طريقة. ثلاثة استخرج عبارات المجهولة. يقول لك احسبوا. وربعة وشية تطبيق عددي. هيا نعجب سؤال تعنا. هيا نعجب سؤال تعنا. دور الدارة المكونة من L5 والمكثسي. هذه الدارة كانت من الجماعة. واش نسميها؟ نسميها مؤجلة تماثلية لأنه فيها المكثفات. وكان مراحل كهروميناصي تحكم في الملمس. وملمس اسمه T1 مؤجلة. إذن نسميها مؤجلة تماثلية باستخدام خالية AC يدورها التأجيل. سؤال 45. احسب سعة المكثفة C2 من أجل. VBOC 0.7V للمقحة T3 وDZ وشيوار فرنستاء وBZX 85C2.7. إذن كما أعطيتكم الاستراتيجية ونطبقوها. إذن كي أعطني الدارة هذه. إذن وش هو هذه الدارة؟ ووظيفته التأجيل. إذن وش نكتب؟ نكتب عبارة تأجيل. بما أنه التركيب مؤجلة إذن هنا نكتب زمن تأجيل T1. أجماعة سمحوا لي هنا T1. T1. إذن وش يساوي زمن تأجيل فهذا التركيب طريقة بسيطة جدا. يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن فقط. أجماعة وين تلقوا مؤجلات بالخلية AC. وش نحتاجه زمن شحن فقط. يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن فقط. هذه المقاومة المكافأة أثناء الشحن فقط. يتبع مسار الطيام من VCC إلى مكافأة أبدأ أرسم خط ويمشي حتى نتوصل إلى مكافأة المكافأة 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 في الشحن. الكل في ماذا؟ الكل في ساعة المكافأة المسؤولة عن شحن والتفرق الياس C2. الكل في ماذا؟ جماعة تنصي تقولي LN2 و LN3. LN2 و LN3 نلقاه غير في LN5 في توليد إشارة الساعة. و LN3 نلقاه في توليد إشارة الساعة في بوبة سيامو بس. و LN3 نلقاه في مؤجلة في LN5. باقي الأمور نساوي LN2 و LN3. إذن هنا الآن يساوي توطر التغذية على توطر التغذية ناقص توطر المكثفة الذي يحدث التبديل. هذا هو القانون تحت هذا التركيب. ذلك وش نديره؟ نسيغ هذا القانون التركيب ونخرج كل شي. هيا جمعنا نبدأ. إذن تي واحد ماذا يساوي؟ أولا نبدأ وشي يساوي مقام المكافأة لنا الشحن فقط. إذن ما نديره؟ اتبع مسارتي من VCC إلى مكثفة سي. إذن نبدأ ونرسل مقاط هنا يجمعها. نبدأ من VCC حتى نوصل المكثفة. أيوه، ما هي المقاومة لما رأيها خط الأحمر؟ إذن هي مقاومة L5. إذن L5 هي مقاومة الشحن. إذن نكتب هنا ليساوي L5. الكل في ماذا؟ الكل في ساعة المكثفة. ساعة المكثفة وشي هي هي 6-2. في 6-2. الكل في ماذا؟ الكل في آلان. في ماذا؟ في توتر التغذية. توتر التغذية جمعة جدا 5 فوط. اللي هو VCC سميتكم. على VCC ناقص توتر المكثفة. إذن توتر المكثفة جمعة هذا ما نجيبه من قانون العروات. إذن هذا هو القانون العروات. وعندي هذه العروة. هذه العروة الدور كما تلاحظوا. مجموعة توترات في دارة مغلقة وشي يساوي السفر. إذن VCC ماذا يساوي؟ يساوي VZNR زايد VBU. والله نقوله. VCC2 ناقص VZNR ناقص VBU يساوي السفر. كي تنقل بطرر ثاني. إذن VCC2 ماذا تساوي؟ تساوي VCC زايد VZNR وهذه دي ماء ثابتة. إذن توتر المكثفة الذي يحدث ثبتين. هو لما يصل VZNR زايد VBU. أسمحوا لي هنا VZNR. عذراً 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 عذراً. هنا VZNR زايد VBU. ثم نحسبه C2. نخرج عبارة المجهول. وبعدما نخرج عبارة المجهول نعاوض بقيم العددية. كما تلاحظون. VZNR أعطي 2.7. VBU أعطي 0.7. والتوتر التغذية أعطي 5. والمقاومة تعالي 1 كيلو أوم. إذن C2 ماذا تساوي؟ تساوي T1. الكل علامات على R5 في ألم VCC على VCC. ناقص جماعة دي ما نعاوضها لكم. VZNR زايد VBU. ولتحضير أ ألم أن تكون هناك الأخفي. ناقص جميعها. ستحضير الوزنة. ثلاثة JVBU. ثم ينظر الضيبات لكم. ينظر الضيبات. ومساعد زايدة من فترين. ولكنتحضر الضيبات من فترين. لما نقصد بهذا السؤال تحتاج إلى VZNR. وعندما تساوي 3.5 ميلي فرد. فأنت سألي بعد 46. لا أدور المرحل X43. و أعطينا دار التأجيل الرابع ثوين نموذج الثاني بشكل حداشر و شكل الأول بدلناه بشكل حداشر إذن هذا النموذج ما تلاحظه فيه؟ أعطى لي N O 5 5 5 و السؤال لكم ما تدور مرحلة X 43 ما هو وظيفتها؟ إذن مي لازم تعرف التركيب إذا كان عدد إذن بالعدد إذا كان تأجيل إذن تأجيل إذا كان محارك إذن بالتدوير إلى آخر إذن لازم نعرفوا ما هو وظيفة التركيب إذن ركزوا مع مليح بعدما نكملكم هذا التركيب لو كان لا تفهموش إذن تركيب هذا وشي هو مؤجلة باستخدام N O 5 5 5 لو كان لا تفهموش ماذا تديروا أضغط على العقم 4 يصار الشاشة في تطبيق G20 و تفهموه بالتفصيل إن شاء الله و يولي بس بوسعان إذن بعدما نعود إلى N O 5 5 5 إذن كيف أن تعملوا مع هذا التركيب؟ لازم تكون عندي استراتيجية لازم نعرف دور التركيب هل هو مؤجلة أو توليد إشارة ساعة N O 5 5 5 5 لازم نشوف 2 و 7 لازم نشوف 2 مربوط مع 6 توليد إشارة ساعة لازم نشوف 6 مربوط مع 7 مؤجلة بعدما نخرج عبارة التركيب بما أن هذا مؤجلة خرجوا عبارة زمن تأجيلتي بعدما نخرجوا عبارة المجهول إذا طلبها مني وآخر حاجات الطيق عددي ها نتعاملوا مع هذا السؤال إذن أول حاجة جمعها X43 ووظيفته وظيفته إذن بالتأجيل إذن دور مرحلة X43 X43 هي مرحلة ثالثة من أشهولها ربعة وظيفتها إذن ببداية زمن تأجيل أستاذ كيف أعرفتها بإذن تأجيل لأنه 7 أو 6 مربوط مع بعض إذن أن أسانك سنكنوش وظيفتها مؤجلة تماثلية سؤال اللي بيعدوه ما دور مقامة متغيرة بي أحسب قيمتها اللي حصل على زمن تأجيل مرغوب ربعة ثواني نبدأ أول حاجة أعطى لي هذا التركيب لك ما دور مقامة متغيرة إذن جمعك يجيك سؤال يقولك ما دور مقامة متغيرة مقامة متغيرة بي وبما أن التركيب يمثل مؤجلة إذن وش وظيفتها ضبط زمن تأجيل إذن وش وظيفتها ضبط زمن التأجيل تي واحد سؤالي بعدو حساب قيمة مقامة متغيرة بي إذن وش نكتبو القانون استراتيجية لازم نعرف التركيب هو مؤجلة ثنين خرجوا عبارة التأجيل ثلاثا خرجوا عبارة المجهول وربعة تطبيق عددي إذن هاي جمع وشاكم تلاحظوا ستة وسبعة مربوط مع بعض إذن تركيب ماذا يمثل؟ يمثل مؤجلة إذن نكتبو هنا تي واحد وزمن تأجيل في الآن ماذا يساوي؟ يساوي المقاومة المكافئة أثناء الشحن فقط أستاذ فانجيبوها طريقة بسيطة اتابع مسارتي من VCC إلى لبوس المكثفة C في سعة المكثفة مسؤولة عن شحن والتفارغ المربوطة بالمقاومة تجمع اللي هي C وليست هذه إذن في سعة المكثفة الكل في ماذا؟ في آلان ثلاثة وجمع هذه المكثفة مربوطة في القطب الخمسة تدير عليها إكسبة ما تقلقك هذه المكثفة وظيفتها نزع الشوشرة الإلكترونية والله تقولي تساهم في استقرار إشارة الخرش من بعد أجمع هذه العبارة أروح ونصيغوها نخرج المقاومة المكافئة أثناء الشحن و سعة المكثفة إذن نبدأ المقاومة المكافئة أثناء الشحن في سعة المكثفة في آلان ثلاثة إذن T1 ماذا يساوي؟ المقاومة المكافئة أثناء الشحن نبدأ نرسم الخط من VCC حتى نصل إلى بوس المكثفة إذن هذا الخط الأخضر مر عبر R1 و P إذن المقاومة المكافئة هي RZP R1 ZP لأنه مقاومة المربوطة على تسلل الكل في ماذا؟ الكل في سعة المكثفة السي نعذر أن نجمع السي هنا وليس السي ثنين السي الكل في ماذا؟ الكل في آلان ثلاثة إذن سؤال اللي يطلب مننا وشي هو أحسب المقاومة المتغيرة P إذن خرجوا P إذن P ماذا تسوي؟ تسوي T1 على C وليس سي ثنين على C على ثلاثة الكل ناقص R1 أم بعد ذلك تطبيق عددي وشاء تلقوها تلقوها 16.36 كيلو أم هذا بنسبة لسؤال 47 أروح أخذ السؤال اللي هو سؤال 48 سؤال 48 أكمل رسم إشارة VCC على وثيقة الإجابة صفحة 24 إذن أول حاجة نجيب التركيب جمعين يجمعين يشفون N O 5 5 5 يدير المكثيفات تتحن وتفرغ ودارة غير مستقرة هذه تقوم توليد إشارة الساعة هنا لديه N O 5 5 تلعب دورة مؤجلة إذن X-43 هي إذن بتأجيل إذن بالشحن كي توصل X-43 تولي الصفر هنا المكثيفات تتفرغ إذن طريقة بسيطة جدا إذن نبدأ أول حاجة كيفية تلقى هذا التركيب تلقى 6 مربوط مع 7 إذن نبدأ بإشارة V-Stra TVC إذن X-43 تلقى إسقاط هنا هذه النقطة وهي نهاية زمن التأجيل وهذه النقطة هنا يجمع نهاية زمن التأجيل إذن هنا المكثيفات تبدأ تشحن إذن هنا المكثيفة تتفرغ وهنا المكثيفة تتفرغ إذن نبدأ بالمكثيفة إذن قبل إذن تأجيل مكثيفة كانت تارا مفتوحة ويوصلها شتيارة كانت 0-0 كي نشطة X-43 هذي X-43 ستنشط وتمدلي النبضة الطرف الثاني كيتمدلي النبضة الطرف الثاني سيتزاكتيفة 7 وهتشحن مكثيفة عبر R-1 و P وتشحن دالة أسية تبدأ تشحن أكبر قيمة توصل لها لها العتبة وعرفتها من قبل 2 على 3 VCC بمجرد توصل العتبة 2 على 3 VCC مكثيفة ويجعل المكثيفة تفرغ آنيا لا يوجد مقاومة تعطي التفريغ إذن كيتوصل الثاني على 3 VCC المكثيفة ولي zero هذا هو سلوك المكثيفة إذا المكثيفة تمدلي النبضة تبدأ تشحن كيتوصل الثاني على 3 VCC ينتهي الشحن كيتوصل الثاني على 3 VCC تفرغ آنيا أجمعتها لكم خط لأنه ما تغطيش تبنى لأنه زمن تفريغ الصفة ثانية على هذين لأنها شاقودية بهذا الشكل هذا بالنسبة للمكثيفة بالنسبة للمكثيفة للمكثيفة لا تشحن ويكون zero V في اللحظة هذه بمجرد تبدأ المكثيفة تشحن ويساوي يساوي مخرج يبقى VCC النهارة لتوصل المكثيفة ثاني على ثلاثة VCC هنا في سورتي سيتبدأ ويرجع zero V هذا هو توطب بين طرفين المكثيفة اللي هو بلون الأحمر وتوطب بين طرفين المخرج اللي هو بلون الأخضر وهذه اللي يديروا لي تعال مكثيفة تشحن التفرق تشحن التفرق هذي كعا توليد إشارة 9 وكتنذيروا هذي كيعود 2 مربوط مع 6 وهنا جماعة كملنا سؤال رقم 48 وهنا تنميذ الأعزاء كملنا حصة الخاصة بالجزء رقم 6 موقع علي هنا وشو نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشحن الضوء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشهر ترجمة نانسي قنقر